مجزء ثاني فجرا حياكم الله أعلن مصدر عسكري فرض السيطرة المطلقة على كامل منطقة الراموسة جنوب مدينة حلب بعد القضاء على آخر بؤري إرهابي جيش الفتح فيها وقال إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة استعادت حي الراموسة بالكامل بعد عمليات مكثفة قضت خلالها على العديد من الإرهابيين وأضاف المصدر أن وحدات الجيش لاحقت فلول الإرهابيين الفارين باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة حلب في حين بدأت وحدات الهندسة بإزالة العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في الطرقات والمباني داخل حي الراموسة نفت حكومة الجمهورية العربية السورية بشكل قاطع جملة وتفصيلا قيام أي جهة رسمية سورية باستخدام الغازات السامة في حي السكر بمدينة حلب وقالت وزارة الخارجية والمغتربين لقد اعتادت المجموعات الإرهابية ومشغلوها منذ نحو أربعة أعوام على ترويج الدعايات المضادة لسوريا من خلال فبركة اتهامات لا أصل لها حول استخدام مواد كيميائية سامة في مناطق عديدة في الجمهورية العربية السورية بحث وزيراء الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري في اتصال هاتفي التعاون الروسي الأمريكي للقضاء على المجموعات الإرهابية في سوريا وذكرت الخارجية الروسية أنه جرى خلال الاتصال مواصلة بحث إمكانيات التعاون الروسي الأمريكي بما يخدم مصالح القضاء على المجموعات الإرهابية في سوريا والإسهام في حل المسائل الإنسانية وتحرك التسوية السياسية للأزمة حذر وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان من تغلغ للكيان الصهيوني داخل بعض البلدان العربية بهدف تسخير رؤوس أموال العالم الإسلامي المادية والمعنوية من أجل خدمة أهدافه وقال دهقان إن العالم يشهد نزاعات وانعداما للاستقرار والأمن وخاصة في البلدان الإسلامية بسبب الهيمنة العالمية وتحالفها مع الصهيونية التي تدير الممارسات الاستكبارية الأمريكية في المنطقة وقال دهقان إن الدعاء السعودية بأنها خادمة الحرمين الشريفين ثبت كذبه وبطلانه للجميع وأنا بنفسي شاركت في الحج سابقا وشهدت بوضوح القسوة والتعطش للدماء والوحشية في أفكار السعوديين إلى اللقاء اشتركوا في القناة